كما يقول وحاب لنأخذ رأيك فيها. لو تشوف انت مثلا كل المسائل اللي تقع تصير من حيث الارهاب وتمركز المجموعات الارهابية. انك في تونس على الحدود الجزائرية. في شمال مالي على الحدود الجزائرية. وفي ليبيا على الحدود الجزائرية. وكأنما المخطط القطري السعودي هو ضرب الجزائر لجرون مورسو. إذا يطيحوا الجزائر في المغرب العربي يطيحوا كلهم. ما رأيك في هذه الافتراضية؟ لا صحيحة جدا. نحن نعرف ماذا يعكس إرادات الدول السياسية علامة. وقت العربية وجريدة الحياة تتبنى الجياة وتضعها في صفحة الأولى كأنها متبنيتها. وقت الجزيرة تتحدث ما يحدث في الجزائر. وتوهم عملوا قنات في لندن. مولا أمير قطر. مهما متى صباحا مساء تتحدث عن الجزائر. طبعا مشكل سلبي. كيف اسم هذا؟ فانات المغاربية. المغاربية. مغاربية أستدونيو أربع خمس مرات. يعني اندفاس دقاء خطم أو تحليل العلمي الموضوعي. ما أجبهم مش معدوش استدونيو. وطبعا أحرار. لكن. وهذه موجهة الجزائر. موجهة. هي اسمها المغربية. لكن موجهة صباحا مساء للجزائر. واضح هنا بتمين القطري. لزعزعة الجزائر. أنا أعرف مليح الجزائر. اشتغلت على عشرين سنة. يعني خنمت على الجيش الجزائر. على الجبل السلامي للانقاذ. على ما يحدث إلى آخر. هما يستضموا بشيء أساسي هو الوطني. ثم وطنية في الجزائر. الوطنية ربما كتسبت من حرب التحريق. حتى نختلفوا في بعضنا كما معاوية وعلي. ما تجينيش أنت منبرأ. ثم الجيش الجزائر أصبحت له تجربة كبيرة جدا في التعامل مع الجامعات إلى آخر. ثم الجزائر عندها فاض مالي ما تحتاج لهم. يعني عندها حوالي 150 مليار يورو في الخزينة إلى آخر. لكن يحاولوا بأي شكل. دعزعة الاستقرار الجزائر. لأنه واضح أن المستهدفين كانوا العراق، صدام حسين، سوريا، ليبيا، الجزائر. وهنا نقول لهم سياسة الكيل بمكيالين لم تعد تنطلق أحد. لأنه حدث في ليبيا أو في سوريا تدخل عسكري خارجي ضد النظام. في البحرين حدث العكس. تدخل عسكري خارجي لحماية النظام.